لو لا الحب السعيد اللي خلى الشاعر المولدي ظليلة يفلت من حكم الاعدام لما وصلتنا غناية بابور زمر للهادي جلة تحابوا تعرفوا التفاصيل؟ ابقوا معي أنا عبير نصراوي في غناني وحكايات بابور زمر خش البحر أطاب الظهر لأرض الوطن عز الوكر بابور زمر خش الغريج سالك طريج جدا أرض غربة تشيح الريج أعطي بظهر الوجه الصديق وقلبي الرفيق وجوه الأهالي طافية صفر هم وكدر بابور سافر على عين غاب تحت الضباب محشي معبي بخير الشباب وزجوه للجنبي بالأحساب مثل الدواب الفرق بينه وبين البجر جواز السفر غناية بابور زمر سماها البعض بابور الهجرة وسماها البعض الآخر نشيد الهجرة هالغناية ولدت عام 1974 في الضواحي الباريسية تحديدا في مدينة فانسان وكانت إثر لقاء جمع بين الهادي جلة اللي هو غناها ولحنها وبين النقاب المناضل الشاعر المولدي ظليلة أو عم خميز كما يحلو للكثير إنه ميناديوه وقت نحكي على ولادة الأغنية هوني طبعا نقصد لحنا لأنه النصت للدقبل هذا بكثير تحديدا عام 1956 وقت كان الشاعر والمناضل المولدي ظليلة على ظهر الباخرة اللي متوجهة نحو مدينة مرسيليا الفرنسية كان ماشي طلبا للعمل ولضمان لقمة العيش الوقت ذاك كانت الغربة صعيبة الناس كانوا كيف يتغربوا يتقلوا من جذورهم وسائل التواصل كانت تقريبا منعدمة وحتى الهواتف الثابتة ما كانتش موجودة في الديار الكل المولدي ظليلة كان على ظهر الباخرة ويتفرج في تراب تونس عمال يبعد وعمال الباخرة تدخل للبحر وعمال قلبه يعصر عليه هوني كل وجيعة والإحساس هذيك الكل ولد فيه طاقة والطاقة جابت له الإلهام وهكته للنص بابور زمر هالغناية خاطبت الوجدان ووصلت للقلوب لأنها تروي بشكل صادق جدا وبطريقة مؤلمة واقع مرير واقع عمال خليوا بلادهم خليوا التراب أرضهم وخليوا عائلاتهم ومشيوا للخارج طلبا للرزق وللعيش الكريم خليوا ظروف صعبة لكن وقت اللي يوصلوا في بلاد الغربة يلقاوا ظروف أصعب وأسوأ بابور زمر غناية مشحونة بالعواطف ومليانة بطاقة نضالية هي طاقة اثنين الهادي جلة اللي كان ناشط في الحركة الطلابية التونسية ابتداء من سبعينيات القرن الماضي والمولدي زليلة اللي ناضل ضد الاستعمار سنوات طويلة بالقلم والبندقية وبعد الاستقلال واصل نضاله ضمن النقابات ودافع على العمال مولدي زليلة يعتبر من الأشخاص المحظوظين بارشا لأنه فلت من حكم الإعدام وقت الاستعمار الفرنسي مرتين موسيقى موسيقى قبل ما يلحن بابور زمر كانت للهادي جلة محاولات صغيرة في مجال المسرح بعد بابور زمر تم الاعتراف به كملحن ومن وقتها كرس صوته وعوده للقضايا الإنسانية ولي كل المبادئ اللي آمن بيهم وجعل فنه يخوذ حرب ضارية ضد القمع والظلم والاستبداد الهدي جلة ناضل وقت برقيبة وناضل وقت بن علي وغنى للجائعين والمحرومين والعمال وسجناء الرأي وللقضية الفلسطينية بعض الأعمال الفنية تبقى صالحة لكل زمان ومكان عليش؟ على خاطرها الصادقة وتخرج من القلب بابور زمر هي واحدة من هالأعمال هدومة الغناية رأت النور في مطلع سبعينيات القرن الماضي ورواة قصة العمال المهاجرين هالأغنية ما زالت صالحة في وقتنا اليوم عليش؟ لأنها تروي تلقائيا قوارب موت عديدة وتحمل الآلاف من الشباب اللي هما في زهرة العمر متوجهين نحو أوروبا طلبا أو طمعا في مستقبل أفضل رحل الشاعر الملدي ظليلة سنة 2009 ورحل الفنان الهادي جلة سنة 2012 لكنهم بش يقعدوا عايشين من خلال بابور الهجرة وفي صدى تزمير الموجع انظارا بالرحيل بابور سافر على عين غاب بابور سافر على عين غاب تحت الضباب محشي معم بخير الشباب وسجوه للجنة